أعلنت أنها في مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية نرمين معروف أن البرنامج الحكومي لحكومة السودان ملزم بحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم خصوصا تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وقالت خلال مؤتمر صحفي في السليمانية أن النواب الكردة ومن مختلف التوجهات السياسية ألزم حكومة السودان الالتزام بحل كل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم وأضافت إن كل القضايا المتعلقة بتنفيذ المدة 140 من الدستور أكد النواب الكرد ومن كل الأحزاب على تضمينها بالبرنامج الحكومي الحالي وخصوصا أراضي الفلاحين الكرد في مناطق النزاع وأن استحقاقات فلاحي كردستان بيّنت أن جهد جميع الكتل الكردستانية أثمر بإلزام الحكومة صرف مستحقاتهم للسنوات الثلاث من 2014 حتى 2016 والآن استكملت كافة الإجراءات لاستلام المبالغ الخاصة بهم